وحكم قراءة القرآن وهداء ثوابه للميت لا بأس بذلك هداء ثواب التلاوة للميت لا بأس به عند جمهور الفقهة من الحنفية والمالكية والحنابنة وهو المأثور عن أكثر السلف وهناك من منعهم الشافعية لكن أكثرها للعلم على جوازه وهو الأقرب والله أعلم واختيار من تيميهم القيم وجمعهم حققين من أهل العلم لكن ينبغي أن لا يكثر الإنسان من ذلك كلما قرأ القرآن أهدى ثوابه كما أن هذا الميت بحاجة للثواب أنت أيضا بحاجة للثواب لأنك إذا أهديت ثواب التلاوة ينصر ثواب التلاوة لمن أهديته له أما أنت ليس لك إلا أجر النية فقط ليس لك أجر التلاوة أجر التلاوة أهديته لهذا الميت فبعض الناس يبالغ في إهداء الثواب حتى إني رأيت مرة أحد الناس في الحرم يقول أنني طوال عمري بعد العمرة الواجبة كل عمرة أعتمرها أهدي ثوابها لغيري قلت أن تهدي ثواب أنت كالشمعة تضيء لتنير للآخرين وتحرق نفسك وأنت بحاجة لعمر صالح يعني ينبغي أن يكون مسلم عنده توازن فيمكن أن يهدي الثواب لكن من غير مبالغة في ذلك